إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري أرجأت المحكمة الانتحادية العليا النظر بالدعاوى المقدمة لها من قبل القوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية مراقبون بيّنوا أن هذا التأجيل يؤكد جدية القضاء في البحث بأدق التفاصيل ومنها انتداب فنيين مختصين لمراجعة تقرير الشركة الألمانية الفاحصة بعض الطعون هي تقنية والمحكمة الاتحادية استعانت بفريق تقني من أجل التأكد من هذه الطعون والخووقات والموضوع عبما يحتاج إلى عدة جساد للبت في الأمر وتتحدث بعض التوقعات إلى أن قرار المحكمة المرتقب في حال نظرت بهذه الدعاوى سيذهب باتجاه اتخاذ قرارات تنصف القوى المعترضة موقف المحكمة الاتحادية الحالي هو الموقف الراعي للعملية السياسية بشكل كامل يا أما تدفع بحقيقة الواقع السياسي إلى الانهيار أو إلى الصدام أو لربما تدفع بالواقع السياسي العراقي إلى الحل حلة إذن إذا ما أردنا أن نذهب ونقول يجب أن تتعامل مع النصوص القانونية نعم هذا حق وارد لكن أيضا النص القانوني يتحدث يقول أن المحكمة مخيرة ما أن تأخذ بالنص القانوني أو تأخذ بروح القانون الموجودة لحل أزمة هذا التأجيل من وجهات نظر أخرى سيركز على أهمية إعطاء المساحة الكافية للقوى السياسية للتوصل إلى تفاهمات تجنب المشهد من الوصول إلى الانسداد السياسي قبل إصدار القرار النهائي وتشير أغلب التوقعات إلى أن حصم ملف الدعاوى قد يستغرق جلسات عدة قبل إصدار القرار النهائي لوجود العديد من الإجراءات القانونية التي ستستخدمها المحكمة الاتحادية في هذا الملف الحساس حسين ياسين الفرات بغداد ترجمة نانسي قنقر